موسيقى السلام عليكم نشرة أخبار الاقتصاد من الميادين إلى العنوين موسيقى الاحتلال يخنق امدادات غاز الطهو إلى غزة وأبناء القطاع يبحثون عن بدائل موسيقى القاهرة تسعى لتطوير التبادل التجاري مع موسكو وإحياء اتفاقيات عقدت في حقبة الاتحاد السوفيتي موسيقى وفي النشرة أيضا في الولايات المتحدة أكثر من مليوني طفل عاشوا فترة من التشرد ونسبة الفقر فاقت الأربعة عشر في المائة موسيقى أهلا بكم أزمة طاحنة في غاز الطهو يعيشها قطاع غزة بسبب تعنت الاحتلال وتحديده الكميات المسموح بعبورها واقع أثقل حياة المواطنيين وجعل الكثير من المنشآت الحيوية والمزارع تواجه خطر التوقف عن العمل أحمد شلدان والتفاصيل من غزة على غرار المشاكل التي يعيشها الغزيون تكدست هذه الأسطوانات على نحو كبير في محطة التعبئة نقص إمدادات الغاز جعل القطاع يعيش أزمة طاحنة تمثلت في طول المدة التي تتطلبها تعبئة الأسطوانة وكذلك في التهديد بتوقف عمل كثير من المنشآت التي تحتاج إلى الغاز نحن نعاني من صعوبات كبيرة جدا من قبل الجمهور من قبل أصحاب مزارع تربية الدواجل من أصحاب المخابز من المستشفيات قطاع غزة يحتاج 300 طون يوميا وخاصة نحن في فصل الشتاء والبرد القارس ما يتم دخاله عبر معبر كرم أبو سالم من 200 إلى 230 طون في أحسن الحالات عوامل هذه الأزمة متعددة فإضافة إلى نقص الكمية التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم بسبب عدم تأهيله وإغلاقه لمدة يومين كل أسبوع تبرز بعض الاستخدامات غير السليمة للمواطنين الأمر الذي دفع بوزارة الاقتصاد إلى اتخاذ إجراءات تقلل من آثار نقص الغاز وقف السيارة التي تعمل بالغاز هذه لها أكثر من جانب إيجابي من إحدى الجوانب أن السيارة تحتاج إلى استوانة تقريبا يوميا بالنسبة للعائلة تحتاج إلى كل شهر تقريبا إلى استوانة ويتعمد الاحتلال استخدام طرق قديمة في ضخ الغاز إلى القطاع المحاصرة لضمان استمرار الأزمة في الوقت الذي يمكن تجاوزها من خلال تغيير آلية الضخ بينما يتوقع خبراء الاقتصاد أن تخف حدة هذه المشكلة بانتهاء فصل الشتاء وفيما تتعدد أسباب مشكلة نقص الغاز في غزة يدرك المواطنون أن تراكم أزماتهم بات يمثل عائقا أمام سير حياتهم على نحو طبيعي في الوقت الذي تغيب فيه الإجابات الواضحة عن الحلول الجذرية لمعاناتهم هذه أحمد شردان غزة الميادين قالت وكالة غاثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا أن الوضع المالي للوكالة خطر جدا وأعلنت أنها لن تستطيع تقديم المساعدات لإعادة إعمار البيوت المتضررة أو حتى دفع بدل الإيجار بسبب عدم وفاء الدول المنيحة بالتزاماتها المستشار الإعلامي لوكالة الأنروا عدنان أبو حسنة قال إن مجموعة تمويل اللازم لتوفير إعانات الإيجار وإعادة البناء سيصل إلى 720 مليون دولار فيما بلغت قيمة التعهدات الدولية 100 مليون دولار فقط تمويل الذي وصل لدينا هذا التمويل سينفذ في بداية شهر يناير أي بعد شهر أو أقل من الآن لن يكون لدينا أموال لمواصلة عملية دفع بدل إيجارات والمساعدات النقدية وأيضا مواصلة دفع الأموال لعملية إصلاح البيوت ولا نتحدث فقط عن عملية إصلاح البيوت ولكن هناك عملية إعادة البناء في قطاع غزة هذه تتطلب 724 مليون دولار المطلوب الآن من الدول المانحة التي تعحدت في مؤتمر القاهرة أن تتحرك بسرعة قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودية علي النعيم أن هبوط أسعار النفط حالة مؤقتة وعابرة وبالتالي فالسعودية لن تخفض حصتها السوقية ما يزيد من حصص الآخرين وأكد أن أسعار النفط تؤثر مؤقتا في الاقتصاد السعودي وقال النعيم أن الاستثمارات في مجال تطوير مصادر الطاقة في بلاده مستمرة يشار إلى أن الأسعار المنخفضة أجبرت شركات نفط عالمية على إيقاف عمليات التطوير والتنقيب بعدما وصلت أسعار النفط إلى أقل من 58 دولار للبرميل ليفقد نصف سعره الذي كان عليه قبل عام واحد مجلس الوزراء الكويتي سيبحث الأسبوع المقبل خفض الميزانيات التشغيلية لبعض الجهات بين 20 و 25% في مواجهة هبوط أسعار النفط وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح أن على السلطات الكويتية التعامل مع انخفاض الميزانية بكثير من التروي والحذر كلام الصباح يدق نقوص الخطر ويلتقي مع تحذير أطلقه وزير المالية أن الصالح منذ أيام حين قال أن هبوط أسعار النفط يؤدي إلى عز في موازنة العام المقبل جدد وزير النفط الإيراني بيجن زنجانا التأكيد أن الهبوط المستمرة في سعر نفط مؤامرة سياسية بعيدة المدى قال زنجانا أن هبوط سعر نفط بدأ أساسا نتيجة تخمة المعروض في الأسواق مذكرا بما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي عن وجود دول إسلامية حاكت مؤامرة سياسية ضد مصالح المنطقة نفى وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو الأنباء التي تحدثت عن شراء أنقرة جزءا من النفط الذي يبيعه تنظيم داعش مشيرا إلى اكتشاف وتدمير عدد من أنبيب النفط التي أقامها التنظيم من قبل السلطات التركية وعشر أوغلو إلى أن تركيا صادرت منذ مطلع العام الحالي ثمانين مليون لتر من النفط المهرب الآتي من الأبار التي يسيطر عليها داعش كلام أوغلو جاء على هامش أول زيارة يقوم بها إلى العاصمة الإيرانية مصر تعتزم توسيع علاقاتها الاقتصادية مع روسيا والعكس صحيح فالقاهرة تواجه الضغوط الغربية باللجوء إلى حلفائها التاريخيين سياسة تلتقي مع الدبلوماسية الروسية القائمة على تمتين الروابط مع الدول الحليفة وتنشيط قنوات التواصل معها مصر واحدة من الدول الحليفة لموسكو إبان الحقبة السوفيتية تريد اليوم إحياء هذا التحالف وعينها على ميراث كبير من الاستثمارات تهالك بفعل الزمن والتغيرات السياسية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال صراحة لضيفه نائب رئيس الحكومة الروسية نريد إعادة تأهيل المصانع المصرية والمنشآت الاقتصادية التي بناها الاتحاد السوفيتي هذه المنشآت تشمل السد العالي ومفاعلا كهر ذريا إضافة إلى قرابة مئة مصنع في مختلف القطاعات أبرزها الصلب والمعادن وكلها بنيت خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي وإعادة تأهيلها تعني إعطاء زخم كبير للاقتصاد المصري موسكو في المقابل تريد منتجات زراعية وحيوانية من مصر تعود وارداتها من دول الاتحاد الأوروبي التي حذرتها ردا على العقوبات ما يتيح للقاهرة سوقا تصديرية ضخمة فواتيرها قد تسدد عبر شحنات من الغاز الروسي ما يحد من أزمة الطاقة في مصر ويقطع الطريقة على خطة إسرائيل بجعلها سوقا للغاز المستخرج من شرق المتوسط موسكو والقاهرة باتتا على موعد مع اتفاقات اقتصادية قديمة جديدة يواقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة قريبا وفي خضم الضغط الغربي على القاهرة والحد من المعونات العسكرية الأمريكية يبدو أن العلاقات الاقتصادية المصرية مع الخارج تمر في فترة من إعادة التموضع نتائجها حتى اليوم مشابهة لحقبة مهدت للحرب الباردة توقع وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أليو كييف استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده عشرات السنين وقال لصحيفة فيدو موتسي أن عدم القيام بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد سيعرض روسيا لعصفة كاملة على حد تعبيره أليو كييف ذكر أن العقوبات قد تصبح أقصى العام المقبل مع تفاقم الأوضاع في أسواق النفط ويتجه الاقتصاد الروسي إلى مزيد من الكساد ويزيد من صعوبة الموقف أن انخفاض الحاد في أسعار النفط وهي حجر زاوية بالنسبة لعائدات الدولة في الملاد المتحدة يعيش 45 مليون شخص في فقر متقع والاقتصاد الأقوى في العالم يواجه نسبة فقر متزايدة فقط الأربعة عشر ونصف في المئة بحسب أحدث الدراسات وتواجه ألاف العائلات أزمة سكن وتشرد على أبواب عدي الميلاد ورأس السنة عيد الميلاد لن يمر بسلام على هؤلاء المشردين شوارع المدن الأمريكية تكاد لا تخلو من العائلات الباحثة عن سقف يقيها برد الشتاء معظم هؤلاء عطلون من العمل خسروا بيوتهم لأنهم غير قادرين على سداد تكلفة الإيجار كان ذلك في الواحد والعشرين من كانون الأول ديسمبر الماضي لم يكن لنا مكان للنوم كنا في الشارع حتى الليل وقمنا بمكالمات عدة لطلب المساعدة ولكن لم يرد أحد استقبال عائلتنا في لانا أم لولدين قد لا يدرك ولداها صعوبة الوضع الذي تعيشه لكنهما سيدركان بعد سنوات قليلة أن حياتهما لا تشبه حياة سائر أطفال وجدت بعد عناء طويل هذا المأوى الذي يستقبل المشردين موقعاً ريثما يجدون مسكناً آخر مسكناً قد يكون مجرد مرآب للسيارات أو قبواً لبيت الجيران أو سيارة مركونة على جانب الطريق إنه أمر مؤلم تشعر أنك فاشل وغير منتج حاولت العمل في أحد المطاعم ولجأت إلى منزل أحد الأقارب قبل أن أنتقل إلى هنا أشعر أنني لست على المستوى المطلوب لأعالة ابنتي يخش ديفيد على صورته في عيون ابنته لكنه لا يخشى التقاط الصور التذكرية أعلها تذكره في السنوات المقبلة باللحظات القاسية التي يعيشها اليوم قساوة علمته عدم الاستسلام والقبول بأي عمل لتأمين الحد الأدنى من الحاجات الأساسية للعائلة ابنت ديفيد ما تزال في حماية والدها الذي يجاهد لتأمين حياة كريمة لها لكن المركز الوطني الأمريكي للتشرد كشف أن مليونين ونصف مليون طفل أمريكي شردوا لبعض الوقت أسوأ الأوضاع سجلت في ولاية كاليفورنيا التي ضمت خمسة عدد المشردين مع تقرير الفقر والتشرد في الولايات المتحدة نأتي إلى ختام الاقتصادية نشكر لكم حسنة المتابعة الميادين دوت نت للمزيد إلى اللقاء